عندي مكاسب كتير جداً أو عندنا مكاسب كتير جداً كنادي أهلي من المباراة دي سبب تتمثل بقى في تفوق مسلماني الدائم في المباريات في لعيب اسمه محمد مجدي أفشا وأفشا ده بصراحة لازم ياخد حقه من أفضل اللعيبة لم يكن أفضلهم داخل القرى الأفريقية كل أرقامه كل اللي بيقدي في الملعب مع النادي الأهلي طبيعي جداً أنت تقول أن أفشا ده أفضل لعب داخل القرى الأفريقية مش بعظم في أفشا أو مش بقوله أنه هو يعني حاجة ما حصلتش لا لعيب جامد وعيب كويس ومؤثر لعيب مؤثر عودة كهربا مبارح ومشاركته في المباراة حسين الشحات والهدف الجميل اللي أحرزه بص العلاقة ما بين أفشا ومسماني وبالمناسبة مش أفشا بس مع مسماني اللي كده كل اللعيب علاقة مميزة جداً جداً مدرب تقيل قوي 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 وكانت مجاسفة محسوبة من الكابت المحمد الخطير مجاسفة محسوبة أنك تتعاقت مع مسماني مدرب جنوب أفريقيا ويعني قط سنداونز اللي بطولة واحدة وعمل أداء معهم كويس وأنك ما تبصش في أوروبا كالعادة أو في أمريكا وتجيب مدرب من داخل القرى فدي كانت مجاسفة كبيرة ومحسوبة ومغامرة بس نجح فيها بصراحة كابتل محمود الخطيب لازم نشيد بيه في حاجة زي كده اختيار قنصائب جداً جدا هل أنا بقى أعمال وأقول مسماني ده أجمد حاجة في الدنيا وأجمد مدرب ده لا أنا بنجرد والله بديله حقه بس الراجل لازم ياخد حقه بعد النتائج والأداء اللي احنا بنشوفه ده لما تيجي تتكلم كمان على الأداء ما هتقول لي ما احنا برضو كان فيه فترة الأهلي كان وحش قوي في فترة بتاعة الماتشاط اللي ورا بعض في الدورة يخسرنا ماتش اسموح على ماتش المحلة على الكلام من ده بننسى حاجات احنا بسيطة مش احنا أنا بتكلم على بعض من هم يهاجمون النادي الأهلي يعني بينسوا ان ايه ان الأهلي أصلاً ما كانش بيتمرن الأهلي بيلعب ماتش النهاردة بيرايح تاني يوم تالت يوم بيتمرن تبرين واحد استشفائي ورابع يوم بيلعب ماتش تاني يعني اللي هو ما فيش وقت أصلاً ان انت توصل أفكارك للعيبة ما كانش فيه فترة اعداد عشان المدرب يوصل أفكاره للعيبة ما كانش فيه اي مساحة للاستشفى كان فيه ضغط الماتشاط مش طبيعي كان فيه إصابات كان فيه ظروف كتير الناس من الشواخ ده بقى لها منها وكان اللي يجيز قوي ان تلاقي بقى ايه محللين كورة لعيبة كبار لعبوا كورة وبيقطعوا في المدرب من غير ما يبصوا للظروف دي لما دلوقتي بقى فيه مساحة لما الفريق خاد راحة شفنا بخلاف النتاج اللي احنا كده كنا منحقها بس منشوف أداء كويس منشوف أداء مميز من لعب النادي الأهلي ومن الجهاز اللي الفني فكلها أمور مهمة حسين شحات كمان عودته مكسب كبير جداً مبارح وهدف أكثر من رائع وحسين لو رجع المستوى حييفرق معنا كتير قوي قوي زيه زي كهربا الاتنين دول لعيبة تقال جداً يعني فاحنا الحمد لله الحمد لله عندنا فريق محترم فريق ماشي على غرار الجيل الزهبي لنادي الأهلي جيل أبو تريكا وبركاته ومتعب وقاء الجمعة والناس العظيمة دي يعني فمباركة كبيرة وألف ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي في انتظار بإذن الله العشرة بإذن الله تعالى في مباراة كايزر تيفز اللي ليه كل الاحترام والتقدير فريق كبير قوي طالما وصل ناقي دوري أبطال أفريقيا إذن هو فريق محترم منظم عرف يوصل إزاي فانت لازم تتعامل معا بمنتهى الزكاء وبمنتهى الاحترام كالعادة كالعادة فأمور كلها غاية في الأهمية وحاجة بصراحة تبسط وتسعد إن احنا يكون عندنا جيل محترم زي ده من اللاعبين ولسه ولسه إن شاء الله